اشتركوا في القناة الارحم هذو حبابي هذو ولاد نهار انا ساعمل حامل وهذه انا ما كنش اتلقى معهم بذلك احنا كيقولولاد نهار راكيينين ولاد نهار تعمل دور ولاد نهار طاع القطاع انا من الدعقل على الوليد انا ما عايش شمع ولاد نهار طاع تقولولا را عندك شي عائلة كفية زيه شي عائلة تكره في لاجن دقادي وكلا وكلا لكن انا ما عايش شمعه كان سمع عندي العائلة لكن وانظر الى هذا العمل الجليل فهو زيادة على أنه تجرس فيه رسالة الإسلام يتذكر فيه الإنسان وقوفه بينه ومع ذلك الزيادة هي أننا نتراحم نتواصل نتعارف وصلة الأرحام من أراد أن يعرف فضلها فإن فضلها عظيم يقولنا سيدنا رسول الله أحديث من أحب أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه ليسر رحمه يحقق لك الأمرين معا ينسأ له في الأثر يبارك الله لك في العمر ويزيد بالعمر بركة زيد وينسأ له في الأثر ويزاد لك زيد ينسأ لك في الأثر ويزاد لك في الرزق وخرجا دير الصادقة شوف أنت باين لرك تنفق لكن ما أنفقت يومي شيء فهو يخلف رأى يزيد لك الله تعالى الخير رأى يزيد لك الرزق انت قاعد مراك شفايق الرزق ماشي هو غير فلوس يقدر الرزق واسم هو يزيد لك في الإيمان يزيد لك في الصحة يزيد لك في البركة في العمر ديالك انت قاعد مفايقش والبركة ماشي حاجة من موسى البركة ما تحس بها يعطي له ربي الغينة انت على القلب لأنه ليس الغينة عن كثرة العرب ولكن الغينة غينة القلب يكون غاني وشبعان شبعان اذن فيها صنة الرحم الخامسة ماش يبغي صنة الرحم فيها تأدية حق الجوار يحضر الجيران ويلتقي الجيران والنبي سلاسلم كيقول لا زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت انه سيوريثه يصل الامر بالنبي الى درجة انه اعتقد حينما وقف معه جبريل النهار طويلا كاملا يوصيه على الجار اوصيك يا محمد على الجار يكررها يكررها ولكثرة ما وقف النبي يستمع الى وصية جبريل للنبي على الجار حتى قال ظننت انه في الاخير سيجعل للجار في جاره ارثا يأخذه بعدما ماته كما يأخذ الاخ من اخيه احضروا الجارة هذه السألة اخرى زايدة هذه رشي حاجة اخرى زايدة لا الهي الله محمد رسول الله اذا في هذه الجارة ثم هناك المسألة السادسة اللي واسمه هي هي تخصيص هذا الميت بالدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان تدعو لاخوانك الذين سبقوك الى الدار الاقرة بالايمان رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومناء وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا القرآن هذا شيء إبراهيم دعاء إبراهيم احنا كان ندعو للميت هذا غيظ من فيض من خيرات مثل هذه الجلسات ويريد بعض الناس يعتقدون في أنفسهم الفهم الكامل ويعتقدون في الآخرين أنهم عياذا بالله قاصر الفهم فأصيبوا بالعجب والغرور وأصبحوا يحاربون مثل هذه المجالس المباركة التي نجتمعها في البيوت ندعو الله للأموات ونسمع الناس كلام الله يتلى وموعظة لعل الله ينفع بها حاضرا يحضر أو لعل الله ينقل كلمة نافعة صادقة خالصة عبر هذه الوسيلة فإذا بها تعلق بالفضاء فيسمعها رجل فيه في مكان بعيد فيهتدي فإذا بالميت الذي كان سببا في أن اجتمعنا من أجله يكتب الله أجر هداية ذلك المسلم في أمريكا لأنه سمع كلمة في تأبينه اهتدى أو اضطعض أحد المسلمين في أقاص الدنيا فأكتب الله للميت هذا النفع العميق الله فلماذا تريدون بجهلكم وغروركم أن تمنعوا الناس من هذا الخير كنتم تقولون ذلك وتعتقدون ذلك ووجدتم من يستمع إليكم في غفلة من فراغ هذه الأرض من العلماء الصادقين فاعلموا أن الله لا يخلف وعده مع أحبابه ولو لم تفعلوا شيئا للميتين من أموات المسلمين يكفي أن الميت زيد إذا مات زيد على التوحيد من مات وكان آخر ما يستنعكش جعلت يا عزيدي جعل ما يستنعكش من مات وكان آخر كلامه من الدون يا زيد لا إله إلا الله محمد الرسول دخل الجنة يا روح تلعب أنت صاف مش عند ربي مومن أحسنتو ما محتاج لكش انتا ما محتاج لكش قرز هزي وش هي على المومنين ما تدير خير ما تخلي اللي دير خير ثانيا هالله مرة وغيرها تعرفوا باش ماتت بالسرطان تعرفوا السرطان واسمه واسمه أنا ما تعرفوش قال لك النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون عذاب كان يسلطه الله على الأمم السابقة ولكن جعله الله شهادة لصالح أمتي شهادة شهادة الشهد ما محتاج لك يقبضها الله تعالى على السرطان وصبرت وحتسبت وتحملت فهي شهادة شهادة في سبيل الله والثالثة نقوله جاعة ما كعي الله مرض العوالي آل قرزاز بالعلم انتا قرزاز تعرف عندما مشات ولا ما تعرفش عمين ما مشت مشات عند أرحم الراحمين اللي مش عند أرحم الراحمين تعرفوا هو الله أرحم بالعبد من رحمة الوالدة بوليدها وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا أن امرأة في السبي كانت تبحث عن ابنها وقد شرد فلما كاد قلبها أن يخرج من قفص صدرها فزعا عن ابنها والنبي انظروا إليها فلما وجدته على حين غر أرزقته بصدرها وتنهدت وهي تقبله وتلثم وجنتي قال المسلم أطوراها تلك المرأة قاذفة ابنها في النار قالوا غفر الله لك يا رسول الله كادت أن تموت قبل أن تجده فلم يعود إليها روعها حتى قال لله لله في علياء أرحم بالعباد من رحمة تلك بولدها مش عد رب زيبوش مغادة تغذي لها الرابعة مشت عن ثاني رسول الله صلى الله عليه و سيد سيد النبي زين يشفع لأهل الكبائر من أمة رسول الله نحن نؤمن أن الحبيب يا رسول الله لا إله لا إله محمد رسول الله قل confronting الله يشفع فينا يا رسول الله أره سيد رسول الله يشفع بإذن الله لأهل الكبائر من أمة رسول الله كل نبي إلا أعطاه الله دعوة مستجابة وكل الأنبياء دعوا على أقوامهم ولكن دعوتي خبأتها شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيام فأيما عبد من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ومات على ذلك إلا وجبت له شفاعة الحبيب زير ولا ما تدير زير ولا ما تدير والسادسة إلا ما كان لسي دار بيلا لنالالأنبي يعنا شكون أخوي الوالدين الاحباب أخوك المؤمن إن لكل أخي شفاعة أخوك واحد نار تلاقيته في تقصيرها أنا تلاقيت أخويا هذا أنا أكون باظلها دعوتي ما في مشحت ألف قالك نكون دور فيهم تلقيها وأنت لقى أخويا أقول له أخيَ مَا رَكْ شَعَقَلْ تَلَقِينَا عند السعبِ الحميد في ذاكِ اللي يرحمك الوالدين وهو عنده قراد عن صدربي إلا ما تشفعله، فيشفعه الله فيه لقاء الله تفضر له قيه لقاء واحد فاضدار عرش من منين ندعو مني نكمل المجلس اللي يرحمنا بالمرحوم فينا غير واحد يرحمه الله في هذا المجلس ونت لقاهه في الدائم تلقيه ويقولوا مَا رَكْ شَعْقَلْ ذاك النهار رح نشتمنع عن السامة الحاملية في ذاك القرى الله يرحملك الوالدين وانت ربي كرمك وعطاك وعطاك واحد منزلة عظيمة الله يرحملك الوالدين هذاك النار اللي شتبعنا سيد ربي ويقول سيد ربي فإذا بالمولى يقبلوا شفاعته فينا يو السلام عليك مالك انت أولا ما كشك حاجش إن كنت مسلما ومت مسلما وكنت تتشبث بخصلة خير غلبت على عملك شفعت فيك يوم القيام فمن صلحت صلاته مع الإيمان شفعت له الصلاة ومن حسن وضوءه مع الإيمان شفع فيه الوضوء ومن غسل الجنابة ولم يتركها آبدا مع الإيمان شفعت فيه الغسل بالجنابة ومن كان وصولا للرحم شفعت فيه صلة الرحم ومن كان بر بوالده مع الإيمان شفعت فيه بر الوالدين ومن كان ومن كان هذا أحبيب يا ربي ها عنده الخيرات بزعاف أما تحجرش رحمة ربي يا عباد الله على الناس وتبغضوا الناس في الدين وتكرروا عباد الله في المسائل دي الإسلام علاش علاش وقد فيها هذا المسال لأنما قالوا هلاش تاخريت ومالكوان قالوا هليف أمه وكوان قلت لهم أولدي هذا الشي هذا الناس الله يعفو علينا لكوان أسيدي غير جاوا وهضروا معنا مباشرة رطني والسلام وونه هضروا مش يمشوا عند الناس يشوشوا على عباد الله يوارف دي وديكم هذا الأخت الله يرحمها الله يوستعلي